فعايزين اتكلم مع حضرتك عن اهمية الاحتفال بيوم الشهيد هو طبعا هو مهم جدا لان الاحتفال بيوم الشهيد هو تكسيد المبادئ السامية والقيم النبيلة اللي تحلى بها شهداءنا الابرار على مر التاريخ يعني التاريخ بيقول لو لا الشهداء ما كانت مصر الحضارة وما استطاعت ان تصد اعداءها وتحافظ على كل ذر الطراب من ارضها بنلاقي ان في رسالة مهمة جدا من هذا اليوم هي رسالة بتقول ان مستقبل الامم لا يتحقق الا بالتضحيات ودماء الشهداء رسالة ثانية بتقول لنا يوم الشهيد ده اللي هو تم اخطياره يوم 9 مارس من كل عام بالرغب من ان طبعا 9 مارس كان سنة 69 استشهاد الفريقة من عمرياض طب قبل 69 ما فيه شهداء شهداء في حرب 48 في حرب 67 في حرب للسنزاف اللي استمرت 1041 يوم ثم حرب اكتوبر المجيدة اللي قلبت الموازين العسكرية في المنطقة وكانت معجزة على اي مقياس عسكري وكانت معجزاتها هو المقاتل البطل اللي له عقيدة ايه هي يا سيد محمد النصر او الشهادة ونحن اليوم نتكلم بيوم الشهيد دي الرسالة ان القائد بيكون في وسط جنوده وليه يوم 9 مارس لان هذا اليوم كان علامة فارقة في تاريخ الصراع العرب الاسرائيلي فيه جولات للصراع العرب الاسرائيلي ومصر بذلت جهود كبيرة حتى تم تحرير سيناء من العدوان الاسرائيلي في اكتوبر المجيدة ايضا الفريق عم منعم رياض في الموقع الذي استشهد فيه يوم 9 مارس زهروا 11 مرة قبل كده دايما بيتابع اعمال القتال بيروح للخطوط الامامية هذا المكان بينه وبين العدو الاسرائيلي عرض القناة فقط 250 متر ما عادش بقى وهو رئيس اركان حرب القوات المسلحة في مكتبه ويتابع اعمال القتال من خلال تقارير لا لازم يكون في وسط جنوده وده الرسالة ان مكان القائد الحقيقي هو بين جنوده وفي الخطوط الامامية ده بيدينا يعني عبرة وعظة وبيدينا رسائل كثيرة بان جميع افراد القوات المسلحة يتوقون لنيل شرف الشهادة وإلا كان قاعد في مكتبه حتى هو موجود في نفس اليوم يوم 9 مارس قائد الجيش بيقول له يا فندم خليك هنا في قيادة الجيش وما تروحش للخطوط الامامية دي قال له لا كلمة خليك هنا لا تصنع النصر وكان هو اساسا في هذا اليوم كان تاني يوم من مصر تحولت من مرحلة الصمود إلى مرحلة استنزاف يعني استنزاف يعني بتحدث اكبر قدر من الخسائر في افراد واسلحة ومعدات والمنشآت التجهيزية الخط برليه في العدل الاسرائيلي